اشتركوا في القناة ويصادق عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سيغير من المشهد الرياضي في البحرين ويجعل منها اكثر استقرارا ويطورها في كافة العصعدة بشائر الخير هذه ستمنح الرياضة فرصة مميزة في زيادة فرص الاحتراف الرياضي بما يخلق قاعدة لتطوير الرياضة البحرينية بمختلف الالعاب الجماعية والفردية وستفتح افاقا اوسع لفرص الاستثمار مع القطاع الخاص الدعم المتواصل والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للقطاع الرياضي سيكون له الاثر الايجابي عبر المساندة التي حظي بها الاحتراف الرياضي من قبل الحكومة الموقرة ضمن برامج تنموية مختلفة تقوم بتنفيذها الحكومة الموقرة برئاسة سموه فهذا الاستغرار الرياضي منحه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من خلال تهيئة الفرص لجميع الرياضيين وجعلهم أكثر تركيزا في تحقيق الإنجازات ودفع بالرياضة بقوة إلى الأمام لتشكل البحرين بذلك أساسا متينا لانطلاقة جديدة للرياضة البحرينية هذا وسيساهم هذا القانون في إحداث نقلات نوعية للرياضة ورفعها إلى مصاف الدول المتقدمة رياضيا على المستوى العالمي من خلال تحقيق النتائج الإيجابية المشرفة والمراكز المتقدمة في الأحداث الرياضية الكبرى حيث سيمثل هذا القانون دعما كبيرا للشباب الرياضي في مملكة البحرين وسينقلهم بشكل جدي نحو الاحتراف الرياضي وصناعة الرياضة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي ستعود بالفائدة على الرياضة بكافة أنواعها وعلى تطورها طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين